بعد أن ارتفعت قيمتها بصورة قياسية خلال الأشهر الأخيرة ها هي عملة بيتكوين الافتراضية تتلقى ضربة مدوية أحد أهم مواقع شراء وبيع العملة وهو موقع ميدجوكس الياباني اختفى من على الإنترنت لأسباب قيل أنها تقنية ومع اختفاء الموقع اختار هذا الشاب السفر من بريطانيا إلى توكيو ليبحث عن أمواله أنا منزعج وقلق يبدو أنني خسرت كل أموالي الشركة كانت تمني عملاءها لوقت طويل بأن كل شيء على ما يرام فهل يا ترى سينجح احتجاج الشاب كولين في استعادة أمواله؟ رئيس الشركة نفسه التي اختفى موقعها كان يحذر من مخاطر هذا الاستثمار الاستثمار في بيتكوين ذو مخاطر عالية يجب أن تعرف أنك إذا اشتريت بيتكوين ربما تجدها فجأة بلا أي قيمة هذا المتجر هو أول متجر في أوروبا أنشئ خصيصا من أجل تداول بيتكوين بيتكوين بدأت في عام 2009 ككوت فقط على الإنترنت آنذاك بلغت قيمة بيتكوين عدة سنتات وقبل أزمة ماك جوكس بلغت قيمة بيتكوين أكثر من ألف دولار مدير الشركة لا يرى أن أزمة ماك جوكس سيكون لها تأثير كبير على مستقبل بيتكوين تأضرب لك مثلا إذا تعرض أحد فروع البنوك لسطو مثلا ستتأثر جميع البنوك بذلك السطو بالطبع لا ومع اكتشاف ميتكوكس أن عيبا في تصميم الموقع تسبب في خسارة بيتكوين تبلغ قيمتها نحو ثلاثة ملايين دولار فإن مستقبل العملة الافتراضية أصبح أكثر غموضا من العملة التي كانت في الأصل غامضة عن الكثيرين محمد طه بي بي سي من لندن ترجمة نانسي قنقر